موسيقى حضرت مناسبة 8 مارس بقوة على منصات التواصل الاجتماعية حضرت من خلال شكلها المعتاد احتفاءا من خلال تهنئة المرأة بالمناسبة وتوزيع الورود لكنها حضرت بأشكال أخرى من خلال تدوينات وتعليقات تذكر بأن المناسبة ليست احتفالية بقدر ما هي تذكيرية بواقع المرأة عبر العالم والمطالبة بتحقيق كرمتها ومنحها حقوقها كاملة المناسبة استغلها الكثير من رواد المنصات ونشطائها لتشديد على أن العالم أعطى بظهره للمرأة الفلسطينية في ظل واقعها المرير في غزة تحت القصف الإسرائيلي التعليقات ركزت على أن المرأة عبر العالم تحتفل بالمناسبة بينما المرأة الفلسطينية لا تجد حتى فرصة للفرح أنها بقيت حية يوما آخر تحت القصف والجوع آخرون ذكروا بمعاناة النساء الحوامل في قطاع غزة المرأة الإيرانية كما الأفغانية كان لها نصيبها من التذكير بما تعانيه في المغرب المناسبة لتزامنها مع النقاش الوطني حول تعديل مدونة الأسرة حضر نقاشها بقوة على الشبكة وسط مطالبات بأن تكون تعديلات أجوبة حقيقية على الإشكالات التي تعطل دور المرأة المغربية في التنمية في الجزائر عادت إلى الواجهة أسئلة واقع المرأة وهناك من ذكر بدورها الكبير في الحراك المطالب بالديمقراطية وإنهاء حكم العسكر واعتقالها لكن المناسبة لم تخلو من جدل في الجزائر خاصة الهجوم الشديد على قيام إحدى ناشطات منصات التواصل بتوزيع مضارف مالية على النساء في الشارع بدعوى تكريمهن والاحتفاء بهن غالبية المعلقين اعتبروا تصرف المؤثرة إهانة للمرأة الجزائرية خاصة وسط مظاهر التهافت والازدحام التي ظهرت في الفيديو الذي بث على منصات التواصل الإجتماعية عديدة هي أشكال تفاعل المنصات مع اليوم العالمي للمرأة لكن خلاصتها أن المناسبة هي تذكير قبل أن تكون ذكرها